برج الجدي وتوقعات يوم الخميس 16 فبراير 2023 انت حالياً في عزلة وبتعيد في حساباتك وهتخرج تعود كل شيء بعد معاناة وبعد تعب انت تظلمت في شيء لكن مصر ان انت تعود الشيء ده اتعرضت الاخسارة معينة وبتحاول تعودك احذر يا برج الجدي فيه ناس حواليك بتشتتك حتى لا تضح الرؤية لك هم دايماً بيظلموك وبيجيبوا الحق عليك وان شاء الله ربنا ينصرك عليك ما تديش ودنك للقيل والقال الفترة اللي فاتت وقفت مصالحك وكسلت انما تفاقل برجك السنة دي فيه انتلاقة وقفزة حلوة قوي في المال والله اعلم وكمان فيه ابواب كتير هتتفتح ليك استمر ولا تيقس انت كمان بتجازف ورشيء وهيتحقق باذن الله عندك نصرة قوية وهيجي بعدها استكرار والله اعلم انت محدش بيقدرك يا برج الجدي عشان بيغيروا منك فبيظهروا ليك كده هيقابلك العديد من المواجهات فيه من ضمنها مواجهة مع الحبيب هتتواجه مع بعض ولكن انت هتنهي وتفتح صفحة جديدة وهيتجدد الحب ما بينكم فيه شخص بعيد عنك تعبان بسبب ورئك يا برج الجدي هو كمان بيفكر فيك طول الوقت بس باذن الله هيحصل لم الشمس عندك ثبات ونجاح هتحققه وفيه فرحة باذن الله قريب فيه قعدة انت هتعودها مع العيلة ويحصل فيها مناقشات كتير بس هتنتهي بالصلحة عندك فكرة او امنية بتحلم بيها هتتحقق قريب فيه عروض كتير بتتعرض عليك بتخص المال والعمل بس انت بترفض عندك حالة من الكسل ياريت تخرج من الكسل دوت وتدور على الاهم وتشوف مصلحتك فين يا برج الجدي وما تستسلمش لان الايام اللي جاية في من وراها فرج واسع او من عند ربنا ليك برجك السنية دي حلو فما تسلمش نفسك للكسل وتقول ايه او انا حظ كده لا حظك مش كده ربنا بيقول اسعى يا عبد وانسعى معاك اتحرك انت وتوكل على الله وهتلاقي رزقك ان شاء الله اه برج الجدي انت كمان عندك فرحة هتعمق على البيت كله الله اعلم الفرحة دي عندك او عند حد يخصك فيه مولود جديد وهيحصل فيه يعني هتعمل فرحة كبيرة قوي وانت كمان بالذات هكون فرحان به جدا اه ركز واهتم بنفسك لان ما فيش حد هينفعك لحتى انه الفيديو خلص باي